هل نحن أحرار بلاد معنى إلا واحد منهم أضعفنا أبو عز وسيني؟ نعم أزعجنا؟ نعم أخرجنا أسمه وفضحناه أمام العالم أجمع والجزائر الرفع أسمه وصورته واعتبروه سيسي آخر؟ نعم هل أحنا الذين أطحنا به في النهاية المطأ؟ لا اللي أطح به هو الصراعات بيناتهم هو الصدام القائم على السلطة وعلى النهوة وعلى النفوذ لكن نحن ساهمنا في إظهاره وكشفه وفضحه باعتباره أحد كبار المجرمين ما هو الأفضل توفيق أبو عز وسيني؟ ليس هناك أفضل ما بين هؤلاء كلهم مجرمون كلهم مجرمين وكلهم مفسدين وكلهم قتل حتى وان اختلفت أحيانا درجة الفرقات ربما في الدرجة الفرق ربما أن أبو عز وسيني قضى سنة فتفرعا وتأله وتربب بينما توفيق ظل 25 سنة يفعل ذلك نحن لا ندعي ما ليس لنا ولا نأتي للناس باش نقولوا نحن لو خرجت أنا أو خرج أحد الأحرار اللي كان يواجه فيهم ويقول أطحنا بأبو عز وسيني الناس شوف باللي نعم أقل شي سهمتوا في ذلك لكن مع ذلك قلنا أن الإطاح جاءت نتيجة الصدام بيناتهم الحراك أضعفهم جميع الحراك خلاهم يتقاتلون يتشاكسون يتصارعون يدخل بعضهم بعض السجن نعم لكن الحراك ما زال لم ينتصر الحراك حقق مجموعة من الخطوات لكن الخطوة الكبرى الاستراتيجية وهي قيام الدولة المدنية لم تتحقق بعد الحراك ذكي رفع شعار جينيرو على فوبيل الجزيرة للإستقلال مع ذلك نحن قلنا جينيرو أو كازيرن جينيرو على كازيرن والله أو كازيرن والبيريان والجزيرة للإستقلال الشعب يذهب أبعد في المواجهة لأنه فهم الصراع والصدام ما بين شعب يريد أن يتحرر يقرر مصيره وما بين كم شا من الجنرالات أعادت البلاد في حالة تخلف رهيبة ورهيبة جدا اشتركوا في القناة